ساعتها مع الصفقة صعب كان أسبوع صعب لكن نشوف أنه حاجة أخرى أنه ممكن في تونس وقته في الفترة هذه أول تونس يلعب ثلاثة نهائيات في ثلاثة موسم مختلفة والحمد لله أنه في 2008 كنت طحياني في أول تونس يلعب في النادي الأهلي وأول تونسي يعني في أرقام تحسب حتى كان خسرنا لقب لكنه أرقام تقعد موجودة من ثلاثة نهائيات مختلفة بزوز ألوان فرق مختلفة ففيه طبعا في كل مسيرة لازم تتعدى بالصعب وفيه الصعب وفيه الحلو الحلو الألقاب المش حلو الهزيمة يعني هزيمة الألقاب أو أي مباراة تكون مهمة طيب من أقرب الناس اللي كانوا أو اللاعبين اللي كانوا لك في الفترة دي أكيد كنت دايما بيبقى لك حد قريب منك في النادي الأهلي ولا في النادي الأهلي والله شوف ممكن إسلام حاجة لتميز النادي الأهلي أنا أول ما أول أسبوع دخلته أنا من أول تمرينة حسيت وكأنني عندي سنين في النادي يعني شهت من أول أسبوع بعد التمرين في أكراسلامة الصندويتشاد جيء هناك ويحكي حاجة دي ناس بتحبها لا يعني كان كل مرة حد يجيب صندويتشاد للفريق للكل فريق ومجموعة العمل والعمل لكل موجودين وكنت خلاص تعود بالفول والطعمية أول مرة اللي كلهم في مصر كليتن في النادي الأهلي كيف كيف حسام عشوري اللي كان يجيب لي الجبنة للبيضة حسام عشوري اللي هو بيلعب مكانك نفس المكان ويحبه جدا حسام وحسن مصطفى ومحمد شوقي اللي للدقيقة هذه يعني كل مرة بيعمل إنجاز نكلمه ونهنيه لأنه محترمين جدا حتى من بعد ملعبتش مع حسام غالي لكن قاعد كان بيتتدرب معانا وقاعد دي مع علقتي بي كبير يعني في النادي الأهلي ما فهماش فيش مشكلة إنه أنا وصلها من نفس المركز يعني لا لازمنا نكونوا بالعكس ممكننا نلعبوا نفس المركز ونكونوا حبيب وأكثر وهذه تتميز النادي الأهلي فأول أسبوع حسيت وكأني عندي سنين في النادي تضحك مع النجوم الكبار مع حذري مع بوتريكا مع واق الجمعة وكأني نعرفه من سنين معاناها وهذه اللي حاجة اللي تسهل اللي تخليك من أول ما تخش معاهم في الملعب ما تحسش إنك ببعيد ولا يزمك وقت أقلم تدخل على طول خاصة إنه لغة العربية وإحنا يعني عادتنا مش بعادة على بعضنا هذي كل سيعدني بش نحمد الله إنه فترة أقلم ما تطولش يعني من أول أسبوع من أول أسبوع طيب معانا برضو فيديو خاص لغة العربية